أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجدداً على الدبلوماسية والحوار لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية قائلاً إن الكرة الآن في ملعب كورية الشمالية وظهر بلينكين في مقابلة على قناة ABC هذا الأسبوع حيث أعاد التأكيد على ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي منجئين بعد قمتهم الأولى يوم الجمعة وقال الوزير الأمريكي إن أفضل فرصة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الكامل من المنطقة هو التعامل دبلوماسياً مع كورية الشمالية وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت بيونج يانج تريد بالفعل الانخراط في هذه العملية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أنها مستعدة لمتابعة الاتصالات الدبلوماسية